شدد وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني سلام حماد خلال زيارته إلى المديرية العامة للدفاع المدني على الدور الحيوي والرئيس الذي يطلع به جهاز الدفاع المدني في تحقيق المفهوم الشامل للحماية المدنية من خلال تشاركية الفاعلة وانتجامية الأداء مع الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة أكد وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني سلام حماد خلال زيارته اليوم للمديرية العامة للدفاع المدني ولقائه مديرها العام اللواء مصطفى البزايع على الدور الحيوي الذي يطلع به جهاز الدفاع المدني في تحقيق المفهوم الشامل للحماية المدنية واستمع وزير الداخلية إلى إجاز تناول المهام والواجبات والتطلعات والخطط المستقبلية التي سينفذها الدفاع المدني لتقديم الخدمة المثلى للمواطنين وعلى مدار الساعة هذا الجهاز الذي يقوم بواجبات لا يدركها إلا من عمله في هذا الجهاز أو تابع ما يقوم به هذا الجهاز أنتم تقومون بواجبات رجال الأمن وتقومون بواجبات الطبيب والمستشفيات وكل العمل الإنساني أنتم أهل القيام به بجدارة الإنقاذ الذي يصير في حالات الغرق في البحار والبرق حقيقة جهاز نعتز فيه ونفتخر فيه من جهته بيّن اللواء البزايع أن جهاز الدفاع المدني يحرص دوما على ترجمة التوجيهات الملكية السامية من خلال تنفيذ الخطط التطويرية الهادفة للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات التي يقدمها في مختلف المجالات الحمد لله سيد الجهاز الدفاع المدني متطور جدا يقدم خدمات على مستوى الملكة الهاشمية بكافة محافظاتها من خلال 205 مراكز ومدريات بحمد لله يتوفر في كافة الإمكانيات من آليات وقوة بشرية تقدم خدمة على مدار الساعة الجهاز دائما في الأمام عن ثقة سيدنا اللطة والعمر واطلع وزير الداخلية خلال جولته بجناح القيادة والسيطرة على أحدث الأجهزة والتقنيات الفنية التي يستخدمها جهاز الدفاع المدني في إدارة الحوادث الكبرى والسيطرة عليها ميدانيا بالإضافة إلى حافلة القيادة والسيطرة المتقدمة والتي تم تزويدها بأنظمة اتصالات وعمليات وتقنيات حديثة لكافة الأجهزة العسكرية